أهلا وسهلا فيكم ببدويترايد مخاطر جديدة من منصة هوابي فطلعت على العلن إذا حطين عملاتكم فيها أول شيء بدألكون هي إيمو عملاتكم من منصة هوابي هلأ قبل ما يصير شيء وإحضاروا الفيديو لفصل لكم كل شيء عم يصير مخاطر من دي سي جي والجينيسيس بعدها عم تكمل حماية عملاتكم هي الأولوية أهم أخبار اللي بدكم الكريبتو كله اللي سأحكي عنه اليوم مثل معوادكم أنا يوميا بنقل لكم آخر أخبار الكريبتو أهلا وسهلا فيكم أول شيء الأسواق الأمريكية سكرت بسلبية نحن حكينا عن هذا الموضوع بعد دقيق اجتماع الـ FOMC ميتنج اللي طلعت مبارح وأعلنت أنه فيه سياسة تشدد لح تكمل على فترة توقعنا الأسواق تبيع وهذا اللي صار الشيء الإيجابي من الموضوع أنه البتكم والكريبتو ما تأثر بشكل كتير كبير تقريبا بعدنا بالمرحلة زيتها 16800 تقريبا ما تأثرنا بشكل كتير كبير هيدا إيجابية لنشوف بكرة كيف بدأت تفتتح الأسواق الأمريكية غدا فيه أرقام البطالة بأمريكا هذا لازم نرقبه كتير تقرير الوظائف بأمريكا هيدا الوظائف مثل ما تلكم بتويت على بدوي أندرسكور تريد هي الوظائف الغير صناعية مهمة بس مش قد للاح يصير لأحد لأحد هو دي سي جي والجينيسز انتهاء عرض التسوية هوبنا نرقبهم بشكل يومي غير هيك شو عنا أخبار هوابي أعملت تويت على بدوي أندرسكور تريد بليز لحقوني هونيك بعمل أبديتس أسرع بكتير أغلقت منصة هوابي مجموعة اتصالات للموظفين اتصالات داخلية وقنوات تعليقية مثل واتساب وغيرهم داخليين وعم بيقولوا أنه سيستغنوا على عدد كتير كبير من الموظفين بحسب تقرير على كوين ديسك وغيرهم شو عم بيصير مع هوابي بعملت ريسيرتش أنا وكتير عالم هي هوابي شركة صينية مملوكة بشكل أكتريته هو جاستن سن أنا لتلكم من زمين مبوسع فيه لجاستن سن هو مؤسس عملية ترون بيقولوا سكروا منصات التواصل داخل الشركة بيقولوا فيه كثير فيه أشخاص عم يتمنى المعلومات ما بيحقلهم فيها وفيه أشخاص عم يشتغلوا ريبل يعني مثل ثوار بقلب الشغل شركة عم يجربوا يأخدوا يعملوا خرق للشركة ويضعوا روجين هورس روجين هورس يعني مثل الفيروس بتحطوا على التطبيق يعملوا أبدايت إليه ويسرقوا أموال الناس ويعملوا يعني فيه خبصة كثير كبيرة جويتها هلا إذا أنتم عندكم الابليكيشن التطبيق بس ما بتستعملوا هوابي محووا عن تليفونكم وإذا عندكم عملات على منصة هوابي بنصحكم تقيموها عن هوابي قبل ما يصير شيء بيفوتوا بالديتيلز هاي التويت كلها صينية أنا ترجمتها يعني بيفوتوا بالديتيلز بخبره فيه مشاكل كتير كبيرة وزيادة عن هيك إذا منلاحظ مقال كوين ديسك عملت هوابي نزلت بشكل كتير كبير بسبب هالمخاوة فيه أخبار عن انه اللي حيطيروا كتير من العمال كمان طلعت أكتر من 300 عام اللي حيتم استغناء عنهم وفيه كمان المشكل الجواني اللي معقول يكون فيه خرق يعني أكتر من شغلة عم بتسير حتى عم نشوف فيه أشياء متشابهة ب FTX وغير منصات إذا بتفوتوا على هوابي بتشوفوا عم يعطوا فوايد كتير عالية مثلا إذا بتحطوا USDT وانليمتد عم يعطوك فوايد 15% وUSDD عم يعطوك 18% من وين ما في ولا شركة تموي يعني لندنك كامبني مثل جينيس مثل بلوك فا مثل الساس كله نسكره من وين عم بيجيبوا هاي دول الـ 15 و 18% هيدا الشيء منه طبيعه ما بيقدروا يكفوا فيه يمكن عم بيجي يخلوا العالم يحطوا أموالهم فيهم لأنه بدوا ليسكروا الفجوات اللي عندنها بيكتبون انتبهوا من هالأمور انتبهوا كتير من هالأمور أنا علي يحذركن غير هيك نفس الشيء هالأمور نفسها عملتها FTX كانت عم بتحط عم بتحط هايك أمور لتجذب الأموال غير هيك لقى انه في شراكة بين Silvergate Bank يلي هو كان له علاقة كبيرة ب في FTX وكل المشاكل عم تصير في FTX كان عندهم بونك بأميركا اسمه Silvergate وهلأ عم بيقولوا انه Silvergate Bank Silvergate Bank كان عم بيمول هن هو البونك تبع هوابي هوابي كان عم بيدوا يدفع للزبائق للعاملين فيه بالUSDT والUSDC بس ما قدر جرّب يدفع لهم بالUSDD قبل ما يسكروا كل التواصل الداخلي عملة USDD هي عملة جاستن سن عملة سابتة لجاستن سن خلال التطبيقات طبعا اللي بيستعملها فجأة خسرت مش فجأة إلى فترة عم تخسر الـ يعني هي لازم تكون دولار هلأ صارت 97 سنس وإلى فترة تقريبا على 97 92 سنس عم تنزل وتطلع تنزل وتطلع هالشي عم بيزيد المخاوف أكتر وأكتر من هوابي نصيحة لكم أنا شخصيا ما عندي شي ولا مرة مستعمل هوابي نصيحة لكم حمو حالكم قيموا عملاتكم من هوابي حطوهم بمنص بمحفظة بردة حطوها بلجر عندي روابط تحت للجر ضروري لا يوجد كلماتك سري لا يوجد محفظتك لا يوجد عملتك إذا حطيتها بالمنصات لن تخسرها بحيال لوقت إذا المنصات المركزية تصرفوا بطريقة خطأ حمو حالكم هادراء موحد إذا ما بتكون جيبوا محفظة بردة أو لجر مثل ما أنا قلت لكم جيبوا محفظة صيخنة ليس ضروري لكن نقلوا عملاتكم من المنصات كل المنصات لا يوجد أحد يأكد أنه يتصرفوا بطريقة جيدة لو أعطيكم مثل ثاني ما قال قاضي بأمريكا قاضي بأمريكا بموضوع بيقول بمحاكمة بيقول 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 إذا بيضعوا عملاتكم معنا نحن نملكها سعطوا حقوقهم ليملكوا للبيتكوين و للعملات كلها يعني تقريبا 4.2 مليار دولار من العالم اللي وضعوا بيسلسيوس هذول يمكن راحوا عليهم صاروا بالمحكمة صاروا للشركة يعني هول العالم ما بتنتبه شكرا حدا لهون حطوا عملاتكم بمحافظ بردة روابط تحت أو محافظ ساخنة ما بتعرف نقوا حالة واحدة وحطوها فيها بس حمو حالكم هلأ سلسيوس في محاكمة بنيويورك لح تاخدع لأليكس ماتشينسكي بيقول أنه لأنه عمل تنصيب وهالأمور بس هالشي ما لحيرد الأموال الأموال أنا عم بحكيكم عنها سيلفر جيت بانك اللي تلك كان إلا عليها F-TX فيه وهلأ هوابي عنده مشاكل كبيرة فيه بيهبط الأسهم تبعه ب46% هو كان معروف بالكريبتو بس كمان هو بانك عادي بأمريكا وعم بيوقف كمان عم بيصرح 200 وظيفة منه دلائل كلها سيئة أكيد هو ما عنده الأموال اللي عالم موضعتها لأنه البنوكة عادة ما بتحط واحد 1$ 1$ إذا تضعوا ودائقهم يتركوا قسم منهم لكنهم لا يتركوا كلهم يستثمروا الباقة على عكس نحاول يكون بالكريبتو يعلمون كريبتو باللا مركزية 1$ لا يوجدون غيره لكن من النصات المركزية يجربوا يلعبوا فيهم مثل ما رأينا بFDX مثل ما رأينا بCelsis ومثل ما نرى بهوبي غير هك كريبتو لاندر جينيسيز كل المدينين شركات التدين جينيسيز بلوك في سلسيز كلهم يرون مشاكل كبيرة جينيسيز كلنا نعرف المشكلة بينه بين جيميناي لنا فترة نحكي عنه الآن جينيسيز يطير أكثر من 30% من اليد العام الذي لديه بالشركة أكيد هذا الدليل سيء زيادة على هذا الشركة الأملة جينيسيز هي اسمها DCG تمرك جريك سكيل تراست جينيسيز وتمرك كوين ديسك تسكر ويلث مانجمين لديه بزنس للويلث مانجمين لإدارة الأموال تسكرها بقيمة 3.5 مليار دولار ما يحدث بالأسسات لا نعرف ولكن هؤلاء دليل سيئ إذا DCG أو جينيسيز أو حتى هوابي كلهم حدا أفلس DCG بشكل كبير لأنه يطلر يبيع البتكوين الأسواء لازم ننتبه منه ونظل نرائب ماذا يحدث بالأسواء ماذا هناك أخبار عن غير عملات غير عملات شيبائين على الطريق شيباريوم هو مثل layer 2 كلنا نعرف شيبائين مبنية على Ethereum وفيها Ethereum لا يحمل كثير عمله مثل layer 2 مثل MATIC وهذه الأمور يسمون شيباريوم ليحل المساعدة هذا كان جيد على سعر الشيبا وغير هيك الشيبا يكفل حرق في 2023 وهلأ حرقوا تقريبا نصف مليار عملة بآخر شيء إيجابي خبر إيجابي تاني لأفلاج عملت شراكة مع شوفوفاي من فترة شكل هلأ لستبدأ العالم التي تستعمل شوفوفاي فيها تعمل مينت وتشتري وتبيع الأفلاج NFT على منص أفلاج هذا أنا عندي لليوم إن شاء الله انبسطتم بالفيديو إذا انبسطتم اعملوا لايك اعملوا سبسكرا للشانل وأنا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت جديد شكرا 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 شكرا